موسيقى حلقة جديدة من في المرمى على تقديمها عبدالله الدرويش السلام عليكم والبداية بالعناوي الاماراتي الرميتي ينسحب من سباق رئاسة الاتحاد الاسيوي ويقدم ملفه لسلمان الخليفة تجربية السعودية والامارات تنتهي بخسارة الاخضر والولمبي السعودي يدشن رحلته نحو أولمبياد طوكيو بمواجهة جزر المالدي تدرب الوحدة الجديد ياصل ورئيس النادي وضح للعربية مدار بينه والعمل جزائر يوحد صداقتي مع قوميز تتوقف في مباراة السبت أمام الهلال حياكم الله أعلن محمد خلفان الرميتي انسحابه من الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وأوضح بيان مشترك لمحمد خلفان الرميتي وسلمان الخليفة أنهم اتفقا على استمرار البحرين رئيسا للاتحاد الاسيوي لكرة القدم والعمل على فوزه لفترة ولاية جديدة إلى جانب استفادة الخليفة من البرنامج الانتخابي الذي أعلنه الرميتي في حملته الانتخابية في أموظبي فاز المنتخب الإماراتي على ضيفه السعودي بهدفين لواحد في مباراة ودية تجربية ضمن تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة وأبرزها تصفيات كأس آسيا وكأس العالم لقاء بقيادة مدربين مؤقتين وبوجوه جديدة تمثل المنتخبين هكذا كانت حلة الأخضر السعودي ونظيره الإماراتي في هذه المباراة أولى المحاولات جاءت في الدقيقة السابعة من طرف الضيوف عبر تزديدة حسن الحبيب قبل أن يبعدها الحارس خالد عيسى وبعدها بعشر دقائق افتتح عبد الفتح آدم التسجيل للمنتخب السعودي بعد إبعاد خاطئ من طرف الدفاع وهذه المرة لم يحرك الحارس خالد عيسى ساكنا في الدقيقة السابعة والعشرين القائم يعاند أصحاب الأرض ويحرم علي مبخوت من تسجيل هدف التعادل لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب السعودي الشوط الثاني حمل رياح التغيير لمنتخب الإمارات الذي رمى بكل ثقله في الهجوم بغية العودة في النتيجة وكان له ما أراد بعد ضغط قوي ومن هجمة منسقة بين لعبي الأبيض توجه بندر الأحباب بهدف التعادل في الدقيقة الرابعة والخمسين ضغط أصحاب الأرض تواصل بعد تعديل النتيجة وأثمر عن هدف ثاني في الدقيقة الثالثة والستين بعد كرة عرضية انبرى لها علي مبخوت مسكناً الكرة في شباك مصطفى ملائكة وتحت أنظار المدرب الجديد للأبيض بيرد فان مارفيك المنتخب السعودي عاد للضغط الهجومي بغية تعديل النتيجة لأن محاولاته لم تعرف طريقها للمرمى إضافة إلى تألق خالد عيسى في مناسبات عدة فيما لم تحمل الدقائق المتبقية أي جديد على مستوى النتيجة ليحقق المنتخب الإماراتي فوزه السابع في تاريخه على نظيره السعودي الحمد لله اليوم قدرنا نوقف على بعض اللاعبين خاصة بعض منهم ما لعب الفترة طويلة مثل عبدالله النقبي والإخوان أعتقد أن الشباب أثبتوا أنهم الحمد لله أثبتنا أن لدينا فريق إن شاء الله يكون إن شاء الله بمزيد من التجارب ومزيد من المباريات القادمة إن شاء الله بيكون إن شاء الله من الفرق إن شاء الله لتنافس على الصعود إن شاء الله في تأسيات كاس العالم الشهر تسعة استدعينا 25 لاعب وكان هدفنا نجرب جميع 25 لاعب الوقوف على استعداداتهم وإن شاء الله ندرب كابتن سليم مثل ما شفته اليوم أعطى كثير من الاستحقاقات وإن شاء الله اللاعبين المعلبة اليوم إن شاء الله بيكونوا متواجدين إن شاء الله في المباراة اليائية كانت عندنا أهداف إحنا من خلال هذه المباراة يعطى فرص كافية لبعض اللاعبين إحنا تقريبا 100% من الموجودين ما قد شاركوا المتخب الأول يمكن شاركتهم كانت ضئيلة أو معدومة لكن الحمد لله إحنا من خلال هذه الأهداف أطمئنينا على بعض اللاعبين تواجدهم في هذه الفترة في أيام الفيفا أنا أعتقد أتاحت لهم الفرصة أننا نركز عليهم في المستقبل قدموا مباراة حسب الفترة الوجيزة اللي إحنا عسكرنا فيها ثلاثة أيام مثلنا مثل أي نائم منتخب ولكن التجمع كان بالنسبة لنا له فوايد كثيرة والحمد لله اللاعبين بصراحة قدموا مباراة كبيرة خاردة العرض بادروا بالتسجيل يمكن كانت فيها أخطاع هذه تحتاج إلى وقت لمعالجتها ما كان فيه وقت أنها ممكن تتعالج من خلال الأيام القصيرة لكن أشكرهم على جهدهم بصراحة بالحقيقة يعني سيروا المباراة في وقت من الأوقات بالشكل اللي إحنا نبغى أمام اللاعبين لهم خبرة كبيرة جدا في المتخب الإمارات نحترموا نقدرهم يشكروا على الجهد بصراحة اللاعبين إحنا خارجين من موسم مرهق جدا وعندنا اختيارات كثيرة متعددة والحمد لله احنا بالنسبة لل23 اللاعبين الموجودين في المعسكر كلهم في مستوى واحد من خلال مرحة الاستشفاء اللي حن نشرف عليها بكرة من خلال التدريب المساعي حيبان حالة بعض اللاعبين لكن ما يمنعنا نعطي فرصة للجميع الكرد يأخذ فرصته في هذه الفترة اللي احنا محددينها ننضمن أهدافه أن نعطي فرصة لكثير من الأسماء اللي ممكن يكون لها إضافة في المستقبل همشي خدنا المباراة بس بقي بعض الشغل علينا وايد فريق جديد وجوه جديدة وايد لعيبة فإن شاء الله يعني هاي فوز معنوي وإن شاء الله عندنا المباراة مع سوريا إن شاء الله نعدي المباراة زينة كانت المباراة سابق بشكل عام يعني المتخبات السعودية معروفة يعني حتى لو كانت صغارة وكبار دايما هم لعيبة ممتازين الحمد لله نحنا بقى كنا ممتازين يعني كنا متأخرين بهدف دشينا شرطان ويسجلنا هدفين يعني خاضنا المهم يعني من العمبارات عندنا المباراة الجاية ووقت التوقف الثاني برضو عندنا المباراة في الدية وإن شاء الله بنكون أفضل حال بإذن الله طبيعي يعني أول تجمع لنا وأول مباراة يعني أكيد ما بيكون فيه هذك التناغم الكبير لكن بمناسبة نلعبنا اليوم وقدمنا مباراة كويسة نقول إنه شي طيب إن شاء الله ونستغل للفترة الجاية إن شاء الله اليومين مع مجموعة جديدة قدمنا مباراة جميلة يعني أكيد كنا نطمح للفوز تقدمنا في الشوط الأول نضغط على المدخب الإماراتي في بداية الشوط الثاني أول عشر دقائق حصل منا هدفين حولنا نرجع للمباراة حصلتنا أكثر من فرصة لكن الله ما كتب الحمد لله على كل حال نحن إن شاء الله مبارتنا يوم الاثنين القادم رح نستعد إن شاء الله من الآن إن شاء الله لليوم الاثنين خاصنا نرف مباراة هذا أكيد كل زعلان يعمل خسارة اللي نقدر فيه نعد فيه جمهيرنا إن شاء الله نقدم مباراة جميلة اليوم الاثنين القادم أمام غينيا ونحقق للفوز بإذن الله قبل المباراة تم تقديم الهولندي بيرت فان مارفيك مدربا جديدا للمنتخب الإماراتي واتحدث المدرب الهولندي في المؤتمر عن مفاوضات سابقة مع المنتخب السعودي عشت وقتا جميلا أما على عب السعودية وتأهلنا معا إلى كأس العالم ما حدث أنني كنت أرغب بإعدادهم بطريقتي مع طاقم الفني للمونديال ولم يحدث اتفاق على ذلك وبعد رحيلي بشهرين تم التواصل معي لتدريب المنتخب السعودي مجددا وقلت لهم إنني أرغب بتجهيز الفريق بأسلوبي ومع جهاز المساعد ولم نتفق مجددا ولم يحدث أي تواصل بعدها في الستوديو للحديث عن المباراة التجربية ينضم إلينا عبدالقادر حسن اللاعب الدولي الإماراتي السابق ومن الرياض ينضم إلينا تركي العواد اللاعب الدولي السابق أبدأ معك تركي العواد أولا هل هو أمر طبيعي أن تفقد هذه المباراة اهتماما جماهيريا وأعلاميا كما شاهدنا اليوم متوقع بشكل كبير أول شي نجيت بعد بطولة آسيا نعرف الأداء غير الجيد للمنتخب السعودي أيضا الأداء المخيب للمنتخب الإماراتي ففيه حالة من عدم الرضا عن المنتخبين إضافة لأن المنتخبين في هذه المرحلة لا يستعدون لشيء مهم لذلك أهمية المباراة يعني ما أعطت أي جانب للحضور الجماهيري فالحضور يحضر للمباراة تنافسية يحضر للمباراة المنتخبين في وضع جيد ولكن المنتخبين مش في أفضل حالاتهم التغييرات الكبيرة الموجودة إضافة أن هذه المباراة مش استعداد ما في بطولة قادمة فالمباراة فاقدة لأهميتها من قبل ما تبدأ كابتن عبدالقادر نفس السؤال لكن دائما نشاهد المنتخبات الأوروبية المنتخبات الأمريكية الجنوبية حتى لو كانت أيام في فا ولا في استعداد لأي مناسبة نجد اهتمام إعلامي وجماهيري بالتشكيل أو حتى بالمباراة لكن لماذا هذه المباراة تفقد كل هذه المميزات الفريقين يمكن كان لهم أهداف مختلفة أو أهدافهم المتشابة هي الاكتشاف بعض العناصر الجديدة للمنتخبات في الفترة الماضية منتخب الإمارات يمكن في الفترة الماضية كان محاز على رضا معظم الشارع الرياضي ومعظم الجماهير الإماراتية وكانت صاخت على أداء المنتخب المتاجه في كاس آسة سواء بالمستوى أو بالبلده وما كانوا راضين حتى عن المدرب السابق للمنتخب الإمارات صار التغيير في مباراة مرتبها من السابق حبوا أنه خاصة أن عدد كبير من اللاعبين قد يفتقدهم المنتخب في المراحل القادمة في تصويت كاس العالم خلال الأربع سنوات القادمة فلا بدنا من اختيار بعض العناصر وكانت هذه فرصة مواتية أن يجرب بعض العناصر في وجود المساعدة المدرب السابق اللي هو كابتن سليم ليوفق اليوم بإضافة لوجود المدرب الجديد لإكتشاف أو نظر بعض اللاعبين على الأرض الواقع وثناء مباراة رسمية تقول ترافوسية ولكن بشكل عام المباراة لم تعطي انطبار يعني طبيعي أن تفقد هذه المباراة الاهتمام هذا الاهتمام هل هذا الشيء صحي؟ غير صحي غير صحي غير صحي المفترض أن الجماهير تكون المنتخب أو الفريق محتاج جماهير في كل وقت وخاصة في الأوقات الصعبة اللي مثلا هذه الأوقات محتاج الجماهير الجماهير دائما نقول هي وقود اللاعب هي الدافع اللاعب للإبداع ومستوى الجيد طيب دكتور كيف كان مستوى المباراة وأيضا إدارتها من خلال المدربين الموقتين كيف كانت؟ يعني مستوى المباراة ما كان جيد نهائيا يعني بالذات الشوط الأول وضح عدم الانسجام الموجود بين لعبة المنتخب السعودي وضح عدم القتالية وعدم التحرك من المنتخب الإماراتي يعني توقع المنتخب الإمارات بيكون أفضل من منتخب السعودي عدد كبير من اللاعبين من منتخب السعودي لأول مرة يمثلوا المنتخب هي الفكرة أصلا من هذا المنتخب أنك تكتشف عدد كبير من اللاعبين اللي ما أخذوا فرصة للانضمام المنتخب في ظل يعني جيل كأس العالم والمنتخب اللي يلعب في كأس آسيا بس بالنسبة للمنتخب الإماراتي استغربت الشوط الأول يعني ما قدم الشيء الكثير ما كان فيه قتالية حقيقية المنتخب السعودي قاتل في الشوط الأول وكل لاعب كأنه قاعد يظهر يعني إمكانياته الشوط الثاني تغيرت المباراة بشكل كامل ومنتخب الإماراتي من بداية الشوط بدأ يظهر بشكله الجيد بالذات خلفان مباركة أعتقد لاعب جدا جدا رائع قدر أنه يعني يتحرك بشكل ذكي جدا ويستغل عدم يعني الانسجام بين اللاعبين في المنتخب السعودي ويساهم في الهدف الأول ويصنع الهدف الثاني أيضا علي مبخوت كان ذكي في تحركاته وضرب المدافعين في أكثر من كورة شفنا في الشوط الأول كان يسجل هدف لكن في الشوط الثاني قدر يسجل وأيضا في أكثر من كورة كان قادر أنه يعني يستغل هذا الضعف بين خبراني وبين زيادة الصحفي ولكن بشكل عام إذا ما يعني تكلمنا عن يعني أهم المكاسب اللي ظهر فيها المنتخب أنا أعتقد أنه أحمد الزين مصطفى ملائكة جيد مدى الله يعني ثلاثة أربع لعبين ظهروا من المنتخب بكل تأكيد بيكون لهم مكان في المنتخب القادم طيب كابتن عبدالقادر يعني نفس السؤال ولكن في الجانب الإماراتي يعني هل بدأ المدرب بالتشكيل المناسب وشوط الأول يعني في اتفاق من الجميع بأنه لم يكن من المنتخب الإماراتي في مستوى الجيد هل كانت تدخلاته سليمة وممتازة؟ هي يمكن يصعف التغييرات اللي حدثتها في الشاطئ الثاني اللي هي غيرت شكل فريق وعطى الفريق نوعا ما حري أكثر في الناحية الهجومية يمكن بدأ الشاطئ الأول الحاسين كأننا نلعب بالبزاكروني علي مبخوته بالمقدمة والبقية ينتظرون الكرة الطويلة علي مبخوته علي مبخوت شو بيسوي الوحدة في المنطقة الأمامية لما خسر لفريق واحد أنا غرقا وما خوفي من البللي في الطبيعي بداية يتحرك من الأطراف بندر بداية يتحرك بشكل جيد خلفان مثل ما ذكر كابتن تركي ايضا تحرك بشكل جيد وصار قريب من علي مبخوت هم يلعبون في نفس النادي وصار قريب من بعض فاهمين بعض في التحركات بعضهم البعض لاحظنا في وسط الملعب ايضا عبدالله النقب بداية يزيدها صار هناك أكثر من اللاعب في منطقة جزاء الفريق السعودية وبهذا الطريقة قدر يحقق أو يوفر بعض الفرص ويقدر أن يسجل هدفين منها في هذه المباراة في داخلات الأخيرة التي أعطاها فرص لبعض اللاعبين أثمتت أن الفريق اللاعبين فيه لعبين قادرين يكونون في المنتخب في المرحلة القادرة دكتور المنتخب هذا منتخب جديد بالكامل 22 لعب أو 23 لعب أو أكثر بقليل هم لعبون جدد على المنتخب السعودي مهمة اختيار 11 لعب يبدون هذه المباراة كانت مهمة غامضة لا يمكن لأحد يتوقع التشكيلة هل بدأ عنبر برأيك بأفضل 11 لعب موجودين معه في قائمته يعني مقبول بالنسبة للاختيارات كانت جيدة ما كان عنده مشكلة في الشوط الأول أنا أعتقد أنه تدخلاته في الشوط الثاني ما كانت جيدة عن الشوط الأول كان الفريق جيد كان فيه حماس كان فيه كثير من الأشياء لكن كان فيه مشاكل واضحة بين قلبين الدفاع الخبراني وزياد الصحفي لو كنت أنا مكانه كان غيرت واحد منهم زياد الصحفي كان هو مصدر تقريبا القلق كان ممكن متعب يعني كلاعب احتياطي ممكن يكون متعب المفرج بكل تأكيد كان ممكن يكون ينزل في الشوط الثاني أيضا خروج يعني عبد فتاح آدم ما كانت تتمنى أنه يخرج مدامنا مسجل هدف ووضعه جيد وما عندك رأس حربة آخر يعني ربيع سفياني ممكن يلعب على الجنب يمكن يلعب خلف المهاجم ولكن بالنسبة لي التدخلات عنبر ما كانت في الجانب الأفضل ولكن ما ألومة للأمانة يعني عدد من اللاعبين موجود عندك تبغى تعطيهم فرصة طموحهم كبير أنهم يظهرون وإذا ما نظرت للنتيجة النهائية أنك أنت تبغى عدد من اللاعبين اللي تكتشفهم واعتقد من الاحتياط سلطان مندش كان يعني نقطة فارقة لما نزل غير الفريق بشكل كبير وقدرنا يوصل للمرمى أكثر من مرة ولمساته وثقته في نفسه كبير حتى ربيع سفياني كاد يسجل وكاد أنه يعني يساعد الفريق ولكن غياب التغيير بين الشاطين كنت أتمنى أن يغير بين الشاطين هو ما جعل المنتخب السعودي تقريبا خلال ربع ساعة الأولى من الشاط أقل عكس الإمارات كانوا داخلين بروح وتغيير كبير فكان في حماس أكبر جاي في المباراة كان في جدية من اللاعبين أو أنهم فعلا حتى هم أعطونا رسال بأنها مباراة تجربية لا قيمة لها حسنا من بدايتها حتى من اللاعبين يعني اللاعب إذا بدأت المباراة بدأت المباراة بطيئة جدا بدأت المباراة ما فيه فرص حط الشاط الأول الفرص العادي يعني يمكن قليلة وتعاد على الأصابع لكن في الشاط الثاني حسوا أو شعروا بمسؤوليتهم أثناء المباراة أنه لا بد أن يقدموا شيء على أقل الناس لم يكن من التلفزيون لم يكن من الملاب كان من غير الجماهرة حسوا بقيمة المباراة نوعا ما شفنا زاد الرتم شوية نوعا ما في الشاط الثاني شفنا حركة أكثر خاصة من قبل فريق الإمارات يعني على الأقل اللاعب الإماراتي عنده حافز فيه مدرب جالس يتفرج عليهم في المدرجات صحيح هذا حافز ممكن أكيد لكل لعب داخل الملاب يثبت المدرب أنه هو جدير باختيارات المدرب السابقة أو بثقات المدرب الجديد في المرحلة القادمة فهذه يمكن أن أططهم نوع من من الرياحية أو نوع من بذل الجهد أكثر في الشاطر فريق السعودي قدم بره جيدة خانة من توفيق بعض الفرص ولكن في النهاية هي كرة القدم جيد دكتور ما هي الفائدة من هذه المباراة على المنتخب السعودي يعني هل هناك فعلا فائدة على المنتخب السعودي من هذه المباراة أو حتى من هذا التشكيل اللي يتأكد كثير من المتابعين بأنها تشكيلة لن تستمر مع المنتخب السعودي ممكن بعض الأسماء تبقى والكثير منها يعود إلى نادي يعني هل فعلا هناك فائدة سيستفيدها المنتخب السعودي مستقبلا من هذه المباراة ؟ أكيد عدد من اللاعبين اللي شفناهم اليوم منتخب السعودي الخانة عدم التفاهم ما فيه تفاهم بين اللاعبين ولكن كإمكانيات فردية أظهر عدد من اللاعبين أنههم جيدين وقدرون يلعبون في المنتخب الحماش الذي ظهروا عليه بشكل كبير بالنسبة لي اليوم أحمد الزين أظهرنا ممكن يكون لعب منتخب في المستقبل بشكل كبير ممكن ينضج ممكن هذه المباراة يعني تعطيه مختلف لأداء شفنا أداء لما كان في التعاون شفنا أداء في القادسية يعني في جانب من التهاوم في جانب من استخدام مهارة الفردية بزيادة أنا حسيت أنه في هذه المباراة يعني قدم مباراة بجدية أكبر عبد الفتاح أيضا يعني آدم قدم مباراة جدا رائعة وممكن أن يبني على هذه المباراة مدى الله لأول مرة ينضمن المنتخب ويعني في الظهير الأيمن قدم مباراة رائعة مصطفى ملائكة عاد اكتشاف نفسه من جديد وأعتقد أنه إحنا دائما نشتكي أنه ما فيه لمحمد العويس الآن فيه ثقة كبيرة قدم مباراة رائعة ويعني ساعد فريقه في البقاء في المباراة في الشرط الأول وفي الشرط الثاني ففيه عدة مكاسب مقارنة بالظروف الموجودة أنت ما تبغى تأخذ اللاعبين اللي راحوا لكاس العالم واللي مرهقين واللي لعبوا في كاس آسيا كابتن يعني اسمح لي اسمح لي هناك كابتن يعني كل اللاعبين اللي يشاركون الآن بأيام فيفا هم مرتبطين مع انديتهم الأوروبية وبالتزاماته أكبر والالتزامات الموجودة في الكرة السعودية وبطولات أيضا شاركوا فيها كاس العالم ومع ذلك انديتهم أو منتخباتهم تستدعيهم لأيام فيفا ليش هذا ما صار مع المنتخب السعودي آآ صحيح هو شوف السنة هذه بالنسبة طبعا ما نقارن طبعا اللاعب السعودي باللاعب الأوروبي اللاعب الأوروبي يتحمل نيلعب إلى سبعين مباراة في السنة اللاعب السعودي أقل من ذلك وشوفنا الإصابات عدد من اللاعبين اللي جتهم إصابات لفترة طويلة سواء بعد كاس آسيا أو بعد كاس العالم لكن اللاعبين ما أخذوا القصط الكافي يعني بعد ما تأهل منتخب لكاس العالم كانت مرحلة استعداد طويلة وفيها عدد كبير وانديتهم تبيهم يا دكتور والضغط السنة هذه يعني تعرف أنه بالذات اللاعبين موجودين في الهلال في الأهلي في النصر في الاتحاد يعني الفرق اللي أصلا موجودة في كاس آسيا وموجودة في البطول العربية وعندها مشاركات محلية فهذا الضغط ممكن يسبب إصابات للاعب مثل فهد المولد للاعب مثل سالم الدوسري للاعب مثل مقهوي عدد من اللاعبين اللي استمروا ويلعبون فأعتقل هذه المباراة لأنه أنت ما تستعد لشيء هي فرصة لإكتشاف وجه جديدة إضافة لأنك أنت ما تبغى أيضا اللاعبين المرهقين يتعرضون للإصابة جاي تركي العواد بن الرياض كنت معنا شكرا جزيلا لك وهنا في الاستيديو الكابتن عبدالقادر حسن شكرا جزيلا لك إلى الفاصل الأول بعده نعود لنستكمل في المرمى وفيك الأولمبيا السعودي يدشن رحلته نحو أولمبيا دي طوكيو بمواجهة جزر المالدين مدرب الوحدة الجديد يصل رئيس النادي يوضح للعربية ما دار بينه والعمر حياكم الله تبدأ غدا التصفيات المؤهلة لبطونة كاسيا أسيا تحت 23 عاما وتستقبل السعودية في الرياض منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الإمارات المالديب ولبنان وستلعب السعودية في أول مباراة لها أمام جزر المالدين وسيتأهل متصدر كل مجموعة إلى بطولة آسيا إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني وبعدها ستتأهل ثلاثة منتخبات من كأس آسيا إلى أولمبيا دي طوكيو 2020 ترجمة نانسي قنقر 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 فلازم يكون ذهنه صافي ما يفكر إلا في كرة القدم وحيث أنه نشوف العطاء إن شاء الله في المباريات يكون مقتصف كافية يومين كابتن كافية والله مش كافية لكن احنا نقول احنا في عصر احتراف لابد أنه تأقلم على كل الظروف على كل العقبات والأمور التي تحصل لابد أنه تأقلم معها ولابد أنه اللاعب يعرف أنه في عصر احتراف عنده أمور صعبة لازم يجتازها عشان يكون اللاعب كبير كبير ويخدم بلده موسيقى موسيقى إلى الخبر ينضم إلينا من هناك سعود كاريري اللاعب الدولي السابق أهلا بك كابتن سعود يعني بداية كيف تقيم مرحلة اعداد هذا المنتخب الكابتن نايف القاضي مدير المنتخب الولمبي يقول بأن اجتمعنا قبل البطولة بيومين فقط شيء مستعلك أستاذ عبدالله أستاذ المشاهدين زيما تعرف فترة اعدادة أنا بوجهة تنظر أشوفها فترة غير كافية يومين قبل الأول مباراة في التصفيات وزيما احنا عارفين أنت راح تقابل منتخب لبنان والمالديف ومنتخب الامراتي واللي راح يتأهل في أول المجموعة يعني هذا اعتقدنا فيه صعوبة لما تعطي التصفيات اهتمام كامل فهذا تصعب عليك المهمة يعني ما تدري يعني حتى في بعض الفروقات يعني بين منتخب السعودي ومنتخب المالديفي بس أنا بوجهة نظر أنه في كرة القدم جميع الفروقات تتلاشى داخل مستطيع الأخضر وزيما تعرف ممكن أغلب اللاعبين يعني ما هم بقعدين يشاركون بالصفة الرسمية مع انديتهم وهذا شيء يمكن يصعب وشيء المفيد أن الكابتن سعد الشهري يعني لا فترة طويل مع المنتخب وعارف اللعيبة وعارف امكانياتهم فأعتقد أنه من الصعوب على المنتخب السعود أنه مع عمل فترة اعداد وزيما تعرف أعتقد أنه قبل فترة ألغي معسكر أعداد المنتخب ألغي تومبروتين ودية بسبب الأندية ورغم أن اللاعبين ما قاعدين يشاركون يعني الأغلبية بالصفة مستمرة مع فرقهم طيب يعني هذه نقطة أيضا سلبية كابتن سعود إذا اتفقت معي بأنه أنت حتى اللاعبين وبعد تأخر استدعائهم هم أصلا لا يشاركون مع أنديتهم يعني ما عدا يمكن سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد بظهير الأيمن صحيح هذا مشكلة مشكلة كبيرة وجهة هاي مدرب لما يكون اللاعب أموها في رتم المباريات وبعض اللاعب يلعبون ممكن تغريبا على استحياء يعني فترات بسيطة مثل الأيمان في نادي الأهلي عبد الرحمن غريب يعني قاعدين يشاركون يعني الحمدان في نادي الشباب أعتقد حسن قيد قاعد يشارك مع نادي الخليج يعني يمكن هو الوحيد من اللي يشارك مستمر حسن فكتي يعني ما شفناه من بعد تصفيات كأس العالم النهايات آسيا ما شفناه يعني قاعد يشارك مع نادي الشباب فهذه ممكن معضلة كبيرة تكون للمدربين أن يكونوا اللاعب ما هو في مستوى ما هو في الرتم رتم المباريات هذا الصعب مهما تتمرن وما قاعد تقدم مباريات وتلعب مباريات بشكل مستمر هذا شيء صعب كبير على اللاعب طيب كيف المفروض يلعب الكابتن سعد الشهري دام أول مباراة مع جزر المالديف يعني منتخب متواضع كثير لأمام المنتخب السعودي كيف يجب أن يلعب الكابتن سعد الشهري هذه المباراة خاصة أنه على أرضك وبين جماهيرك صحيح نحن على أرضنا ونتمنى حضور الجماهير هي على أرضك بس بدون جماهير صحيح صحيح هذا شيء طبيعي أنا شايفي الأوان الأخير الجماهيرنا مقاعدة تحضر خاصة المباريات التي تقوم في مدينة الرياض الكابتن سعد الشهري أعتقد أنه فريق الإمكانيات بين المتخب السعود ومتخب المالديفي أعتقد لابد أن يبدأ من بداية المباراة أن يحاول أن يحسم المباراة من بدايتها يلعب بطريقة بثنين مهاجمين لابد أن يحسم المباراة من بدايتها لأن تسهل عليك المباراة تعرف الفرق هذه لو ما تسجل فيها من البداية وتحسم المباراة أو تقتل المباراة من وقت مبكر تصعب عليك ويأخذ الفريق الخاص بخاصة لمن يكون إمكانيات أقل منك يأخذ الثقة ويتجرع عليك فممكن يسوي لك مشاكل كبيرة في وسط المبارا طيب كابتن تعتقد أنه فيه خلل في ترتيب الأولويات والأهم ثم الأقل أهمية بالنسبة للمنتخبات يعني في الوقت اللي المنتخب الأولمبي عنده مشاركة مهمة تصفيات الكأس آسيا اللي فيه مجموعة فيها أربع منتخبات وشارك فقط المنتخب الأول أو يتاهل منها المنتخب الأول يكون هناك فيه معسكر في إسبانيا تحت عشرين سنة استعدادا لكأس العالم للشباب تتفق أو تختلف يعني أمر طبيعي أن يكون هناك معسكرين من الممكن أن يستفيد سعد الشهري من اللاعبين الموجودين هناك في ذلك المنتخب تقريبا أنا ممكن أتفق معك واللي إحنا مزيما أنت عارف إحنا مختلفين كثير عندنا في أولوياتنا أو تحديد أولوياتنا يعني على مستوى المنتخبات سواء منتخب الأول أو منتخب الأولمبي أو منتخب الشباب يعني شايفين إحنا ممكن نفس المشكلة صارت مع الكابتون الخالد العطوي رفضت الأندية تعطي لعيبتهم وقاعدين يشاركون بشكل كبير ناهيك عن مبارة الفيفي داي وتكلمنا بالشي هذا أمس وأشبعنا طرح أنه مريحين منتخب كامل وإحنا قاعدين نشوف جميع اللاعبين وجميع المنتخبات العالمية لعيبتهم قاعدين يشاركون صحيح في الدولة عندك واقف ليش أنا ما استمد من اللاعبتي وأستمد من برايات الودية منها يعني صحيح أن عندنا مدارة مؤقت الكابتوني سبع انبر فهي نفس المشاكل عندنا قاعدها تتكرر وزي ما قلت وارجع أقولها نحن نخطي خطوة إلى الأمام ونعود عشر خطوات إلى الخلف هل يحاسب هذا المنتخب على أي شيء مستقبلا فيما لو خرج من هذه التصفيات يحاسب؟ يعني هل أعطي فترة كافية للعمل؟ أو أنه يعني على قد رجلهم يمدون الحظ والله ممكن أتفق معك ببعض الشيء من حديثك أعتقد أن المنتخب ما يحاسب ولا يحاسب الكابتن سعد الشهري صحيح أن الكابتن سعد الشهري عارف اللعبين وممكن هذا شيء نقطة إيجابية تفيد المنتخب عارف اللعب من فات السنية واشتغل محام سواء في الأنديا أو في المنتخبات ممكن هذه هي النقطة الإيجابية بس أن المنتخب أنا لو أشوف لو متاحل ما أقدر أو حاسب أي أحد من الجاهزة سواء الكابتن سعد الشهري أو الكابتن مدر الأحمر أو الكابتن نايف القاضي ما تقدر نكت أحملهم أي مسؤوليات من الخبر الكابتن سعود كاريري كنت معنا شكرا جزيلا لك وصل مدرب الوحدة الجديدة الأرجنتيني براون لبدء مهمته كما التقى الزميل محمد دماس الرئيس حاتم خيامي وسأله عن عبدالله العمري وكيف يرد على خسارة النصر وتعادل الهلال أشعر بالسعادة لعودتي إلى السعودية بعدما سبق لي أن أنضيت ثلاث سنوات معناد الهلال والآن بدأت مهمتي بشكل فوري معناد الوحدة من أجل التعرف على اللاعبين والتخطيط للمباراة المقبلة من لاعبي الوحدة حاليا أعرفه أزوري وفيصل درويش وتابعت بعضا من مباراة دور السعودي في الفترة الماضية لكن الأمر يحتاج للتعامل بشكل شخصي مع اللاعبين وليس الاكتفاء بما تراه على شاشة التلفزيون بعد مغادرة من تدريب الهلال واصلت متابعة الكرة السعودية وترتيب المسابقة وأيضا فريق الهلال بشكل خاص لرؤية ما يحدث مع الفريق الذي كنت جزءا منه نحتاج إلى التركيز في فريق الوحدة في المباراة المقبلة لأن المستويات متقاربة بين الأنبياء كل الناس شابه كيف غيرنا كاريلي هو طلب يمشي كابتن ميدو كيف يمشي يعني بصراحة أنا كنت أمد حميده ولازلت فنيا مدرب كبير جدا مدرب تكتيك على مستوى عالي ولكن شوف الظروف سبحان الله لعل فيها خيرا التغييرات هذه الخارج عن الإرادة أنا ما أحب أن أجيب المدربين إلا ويجوا كل شيء ويروحوا بأمانة يعني وفي أقول هنا في الدور السعود عندنا دائما يعرف الدور السعودي مثلا لكن إلا باقي في المشكلة هنا باقي في الدور السعودي ممكن شهر ونصف فقط لا غير مش ستة شهور أو خمسة شهور شهر ونصف فالموضوع جدا صعب وعندنا مباراة مهمة في الدوري وعندنا الكاس كاس الملك بطولة الغالية هذه والكبيرة ونتمؤمن إن شاء الله ربنا يوفقنا في تحقيقة فوصلنا إنه ميستر أخوان الموسم الماضي كان هنا هذا واحد اثنين نتفائل فيه يعني استلم هلال فترة صعبة وحقق بطولة الدوري مع الهلال فأيضا سألنا عن المدربين وكل أمانة كان فيه اتصالات كثيرة أنا كابتن عبدالله خوقير بمسؤولين في الهلال بشخصيات بلاعبين عندنا الزوري وفيصل درويش كانوا معان في موسم الماضي فماشاء الله ثناء كبير عليه بعد مباراة النصر تداولت بعض الحديث عن عبدالله العمري كيف ترى ذلك هل سيؤثر على اللاعب هل اللكرويا أنت خاصك كلاعب ريسنادي في ذلك الأمر أول شيء بعد المباراة طبعا نكون زعلة مرة من النتيجة أربعة ما يستحق رادي الوحدة في الفترات هذه زمانة ولا زمن هذا هذا الزمن بنسبة للوحدة بكل أمانة ولكن كرة القدم محدث فيها فرقة العالمية بتهزن بالنتيجة هذه فقد زعلان ممكن تتصل ألا تخلص المقابلة تتصل بعبدالله قل له حاتم أتكلمك الساعة كم كلمته في الساعة 12 ونص وحدة كذا في الليل وقلت له إحنا معاك كل نفيقة فيك لا تلتفت للا بيتكلم أنك كذا 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 أبدا ما شك فيه ولا واحد في المئة وكان متخاذل أبدا بالعكس عبدالله أنا اللي حللت موضوعه حتى هو قل لي قل لي والله من أكثر من بات يمركز فيها قلت له هذا اللي خلى أدائك يعني أعطى مفعول عكسي حتى الكابتن ميدو ترى فسر كلامه خطأ كابتن ميدو كان بيبرر لعبدالله يقول يتمنى أن يفعل هذا النظام حتى لا أحد يشكك عرف كيف وحتى لا تكون ضغوطات على اللاعب لأنه اللي حصل على اللاعب ضغوطات في الملعب يبغي العبدال فريقه بشكل أفضل وينجم أكثر هذا اللي حصل له فحصل الأثر العكسي يعني حتى الكابتن ميدو بكل أمانة ما كان يقصد والله إحنا ترى بالنسبة للوحدة والله ما همنا ولا فريق همنا فريقنا بس طيب الدور الأول إحنا فزنا على النصر وتهزمنا منهم في الدروة كان غير يعني شوف أوريك يعني التفاهات والأشياء هذه فيه ناس معدورة فيه ناس يعني ما تقصد تنساق وكذا لكن فيه ناس لها هداف خبيثة بكل أمانة آسف على العبارة إلى الوقفة الأخيرة بعدها نعود ونتابع جزائري أحد صدقتي مع قمز تتوقف في مباراة السبت أمام الهين حياكم الله من جديد مباشرة إلى الأخبار اليوم الرياضي في دقيقته استقبل الأمير عبد العزيز بن تركيا الفيصل رئيسه هي الرياضة اللاعب علي الماس بعد تحقيقه الميدالية الذهبية السعودية الأولى في تاريخ البطولات الأسيوية الماشئين في ألعاب القوى وذلك في سباق مئة متر تتواصل تدريبات المنتخب السعودي تحت عشرين عاما في معسكره بمدينة مرسيا الإسبانية والذي يمتد حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي ضمن الاستعدادات لكأس العالم في بولند تغلب القادسية وديا على النجم البحريني بهدفين مقابل هدف في المواجهات التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن استعدادات الفريق السعودي للموسم للدول السعودي وسجلتنا أيات القادسية كلا من الإلتون جوزي وجورج جيسون دعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي عبر الحساب الرسمي للاتحاد المختصين والمهتمين لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بهدف تطوير اللائحة الخاصة باللجنة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تلك أكد الكرواتي زوران ماميش مدرب الهلال إن البرازيلي إدواردو سيصل الجمعة ويلتحق بالتدريبات بعد اتخاذ الخطوات الاعتيادية الطبية وذلك في تصريح له بثه حساب تويتر لنادي الهلال يلتقي الفيحاء السعودي مع أجمال الإمارات ودياً اليوم الجمعة في إطار معسكر النادي السعودي في الإمارات وهذه ثالث مباراة ودية للفيحاء في دفين واختتمت في العاصمة الإماراتية بوظبي الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص ولذي عرف مشاركة ممثلي أكثر من 190 دولة وأكثر من 7500 رياضي ورياضية في الكويت استهل نادي مدار السعودي مشاركته في بطولة الأندية الأسيوية لكرة اليد بالتعادل أمام نادي الصداقة اللبناء للتذكير بانطلاق تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً حيث يلعب المنتخب السعودي الأولمبي مع ضيفه منتخب المالديفة اليوم الجمعة في الثامنة وخمسين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت السعودية في الرياض ضمن المجموعة الرابعة أما الجزائري كارل مجالي أكد في لقائه مع الزميل أحمد الراجي أن المدينة المنورة كانت فرصة ذهبية لقبول التعاقد مع أحد شكراً لكم على طيب المتابعة وأنا أستودعكم الله التعاقد مع نادي أحد كان بمثابة فرصة للقدم من المدينة المنورة وأيضاً سبق لأصدقاء لي أن لعب كرة قدم في السعودية وأخبروني بالكثير من الأمور الإيجابية عن هذه البلاد وكرة القدم هنا ولذلك وافقت فوراً تلقيت عرض رئيس نادي أحد تكلمت سابقاً مع حالس اتفاق رئيس بولحي وأيضاً لاعب هيلال جوميز كلاهما صديقان لي وشجعاني على لاعب في السعودية وأخبراني بأنني سأشعر بالسعادة هنا علاقتي مع جوميز بدأت منذ أن كنت في الثالث عشر من العمر عندما كنا معاً في أكاديمية سانتتيان الفرنسي وأصبح واحداً من أقرب الأصدقاء لي وأنا أعرف عائلته وهو يعرف عائلتي وأثق به بشكل جيد فهو أقرب إلى أخ لي لكن كرة القدم شيء مختلف لا صداقة في الميدان بل يجب تقديم ما لديك في المباريات لا يمكن توقع ما يحدث في مستقبل كرة قدم وبعد نهاية الموسم الحالي سنرى ما يحدث لكنني أرغب بالاستمرار هنا في المدينة المنورة اللاعب العربي يملك مهارات ويتمتع بالسرعة ويحب المراوغة ويمكنه التعامل مع الكرة في مساحات ضيقة هذه أمور تساعد على النجاح النجاح أيضاً يأتي من التحدي لمساعدة العائلة خاصة اللاعب عندما يأتي من خلفية فقيرة اقتصادياً وعليها أن يحارف في كرة قدم ليشق طريقه كلاعب محترف أعتقد أن الدور السعودي هو الأفضل في العالم العربي وتابعة المنتخب السعودي في مبارياته في كأس العالم والآن في سن الرابع والثلاثين كانت الخطوة المناسبة للقدوم هنا واللاعب في دوري بالعالم العربي بعد مسيرتي في أنديا أوروبية أشعر بأنني أتمتع بالنجاح حالياً في الموسم الذي أخوضه مع نادي في تركيا وفرنسا واجهت عدة لاعبين باتوا الآن يلعبون في الدور السعودي لكنني أشعر بالحزن بسبب إصابة رئيس بولحي حارس الاتفاق ونهاية الموسم بالنسبة له أتطلع قدماً لمواجهة جوميس في مباراة هلال وأحد يوم السبت وكما أخبرته سابقاً سنترك صداقتنا جانباً في تلك المباراة مستوى الدور السعودي مرتفع وهو عكس ما يعتقده البعض في أوروبا الذين يملكون وجهة نظر غير صحيحة عن كرة قدم هنا قبل قدومنا السعودية جاء العديد من المعارف لتأدية مناسك الحج والعمرة ولدى وصولي كانت فرصة مميزة لي لزيارة الأماكن المقدسة خاصة أنني من موليد فرنسا ونشأت بها أديت العمر الأسبوع الماضي مع محمد فوزير وكان شعوراً لا يوصف العيش في المدينة المنورة والسعودية أمر مميز جداً فلا يملك الكثيرون مثل هذا الحظ الجيد للتواجد هنا وأشكر الله مراراً على هذا الأمر أرغب بالتحدث باللغة العربية لكن من نشأتي في فرنسا جعلتني أتكلم الفرنسية أنا جزائري أيضاً وارتديت قميص منتخب بلاد الجزائر ربما في المستقبل سأتعلمها لكن حالياً من الصعب أن أتحدث اللغة العربية باستثناء بعض الكلمات باللهجة الجزائرية السعودية بلد يتمتع بالأمن والأمان مقارنة بما نراه في عدة بلاد في أوروبا خاصة للأشخاص المسلمين إنها بلد يمكنك أن تعيش به بأريحية مع احترام التقاليدون طبعاً لم يسبق لزيارة جدة لكنني ذهبت إلى الرياض أقول للجميع لا تستمعوا لما يقوله البعض في الإعلام عن البلاد العربية تعالوا وانظروا بنفسكم لهذه المنطقة من العالم وحكموا بنفسكم أحب النوم في الفترة الصباحية وأستيقظ في الثانية ظهراً لأجل اتصال هاتفياً مع عائلتي زوجتي وابني أتابع التلفزيون ثم أرتاح وأذهب للحصة التدريبية في السادسة مساء والذي تستمر إلى التاسعة ثم إلى صارة اللياقة بالقرب من مكان سكن يتأديه بنامجي الخاص ثم السباحة وأنهي كل ذلك في الحادي عشر ونصف مساء تقريباً ثم أتناول العشاء مع أصدقائي حيث تركيزي على الأكل الصحي كلعب محترف وأعود بعدها إلى فندقي لنيل قسط من الراحة أحب العصائر الطبيعية والحسن الحظ هناك خيارات عديدة منها في المدينة عائلتي في فرنسا تعيش بالقرب من مدينة ليون عقدي يمتد لستة أشهر ولذلك قررت أن يستمر هناك خاصة أن المدارس ما زالت في منتصف السنة الدراسية قررت التضحية براحتي من أجل مستقبلهم وبعد اعتزالي سأملك رفاهية طمدية الوقت معهم وتأدي الدور الأب الجيد لابني أملك مسيرة احترافية للستة عشر عاماً في ملاعب كروت قدم وأدرك ما أحتاجه من الناحية الجسدية لأكون حريصاً على تدريباتي وتوزيع الجهد ودوماً قبل يومين من المباراة أقوم بتقديل الحمل البدني كرة القدم لعبة جماعية وفردية بنفس الوقت لذلك تقوم بالتدريبات بشكل إضافي بشكل شخصي من الأفضل دوماً تناول الماء والعصير الطبيعي وليس المشروبات الغازية خاصة للرياضي عليك دوماً التفكير بساعات النوم والراحة والتغذية ولذلك نصيحتي للصغار كرة القدم ليست مجرد تدريب ومباراة بل طريقة حياة